توفي الرئيس الخامس للنادي الاهلي يعني خلال سنتين وشهرين فقد النادي الاهلي رئيسين في 28 ديسمبر 1943 توفي جعفر ولي باشا وفي 19 فبراير 1946 توفي احمد محمد حسنين باشا ومساء نفس اليوم 19 فبراير 1946 1946 اجتمع مجلس ادارة النادي الاهلي في اجتماع عاجل بسبب وفاة رئيس المغفر له احمد حسنين باشا وقرر ما يلشي اولا اعلان الحداد ونعي رئيس المغفر له احمد حسنين باشا بالجرائد وايقاف مزولة الالعاب ثلاثة ايام والمباريات الرسمية والحبية اسبوعا واشتراك مجلس الادارة والاعضاء في تشييع الجنازة ثانيا عمل كورونا عظيمة باسم النادي الاهلي طليق بمقام الفقيد ونظمت الدولة جنازة رسمية لتشييع الراحل لمسواه الاخير حضرها رجال الاسر والحكومة وشيخ الازهر ومفت الديار المصرية ومجلس النواب والخضاء ورجال الفكر والادب ومجلس ادارة الاهلي ومشيت الجنازة لغاية جامع الكخية عشان يصلي المشيعين صلاة الجنازة على روح الفقيد قبل ما يتم دفنه بمقابر اسرته بمنطقة المجورين ترجمة نانسي قنقر